اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما الا اراضينا منها الغابة واحدى عشرة دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر قالا وانما كان دينه الذي عليه ان الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه اياه فيقول الزبير لا ولكنه سلف فاني اخشى عليه الضيعة وما ولي امارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا الا ان يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم او مع ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم قال عبدالله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته الفي الف ومئتي الف قالا فلقي حكيم بن حزام عبدالله بن الزبير فقال يا ابن اخي كم على اخي من الدين فكتمه فقال مئة الف فقال حكيم والله ما ارى اموالكم تسع لهذا فقال له عبدالله افرأيتك ان كانت الفي الف ومئتي الف قالا ما اراكم تطيقون هذا فان عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي قالا وكان الزبير اشترى الغابة بسبعين ومئة الف فباعها عبدالله بألف الف وستمئة الف ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة فأتاه عبدالله ابن جعفر وكان له على الزبير اربعمائة الف فقال لعبدالله ان شئتم تركتها لكم قال عبدالله لا قال فان شئتم جعلتموها فيما تؤخرون ان اخرتم فقال عبدالله لا قال فاقطعوا لي قطعة فقال عبدالله لك منها هنا الى ها هنا قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها اربعة اسهم ونصف فقدم على معاوية وعنده عمر بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن زمعة فقال له معاوية كم قومت الغابة قال كل سهم مئة الف قال كم بقي قال اربعة اسهم ونصف قال المنذر بن الزبير قد اخذت سهما بمئة الف قال عمر بن عثمان قد اخذت سهما بمئة الف وقال ابن زمعة قد اخذت سهما بمئة الف فقال معاوية كم بقي فقال سهم ونصف قال اخذته بخمسين ومئة الف قال وباع عبدالله ابن جعفر نصيبه من معاوية بستمئة الف فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال ابن الزبير اقسم بيننا ميرثنا قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم اربع سنين الا من كان له على الزبير دين فليأتنا فلنقضه قال فجعل كل سنة ينادي بالموسم فلما مضى اربع سنين قسم بينهم قال فكان للزبير اربع نسوة ورفع الثلث فاصاب كل امرأة الف الف ومئة الف فجميع ماله خمسون الف الف ومئة الف خمسون ورائع